السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في القناة. برحب كل المشتركين معي في القناة. كمان برحب بالمشتركين الجديد. بقول لكم اهلا وسهلا. و بقولك لو انت ربتك جديد معينا واول مرة تسمعنا تفضل اشتريك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنقول مع بعض النهاردة التوفيات العاصفية لمواليد برج السرطان. اه نبدأ مع برج السرطان ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اه طبعا يا جماعة ما تنسوش اللايك والشير والسابسكرايب. اه مهمين جدا كمان مهمين في اختياراتي للفيديوهات اللي انا هعملها. الكراءة العاصفية احتمال تكون عكسية. ليه? لان هي الكراءة الوحيدة اللي بيكون موجود فيها آآ تقطين. آآ فكل طبعا حد بيبقى عارف الوضع بتاعه وعارف حالته وعارف الكلام ينطبق عليه ولا على الطرف الثاني. لكن ان شاء الله بتطلع يعني سليمة معي بنسبة كبيرة جدا يعني. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم مع برج السرطان وهي هقول لك الطاقة بتاعتك الاول في الفترة دي. انا شايفة طاقتك في الاول لبرج السرطان انت تعبان قبل. آآ طاقتك تلعت معي الآآ آآ انت تعبان قلبك موجوع. ممكن بعضكم حاسس بغدر حاسس بخيانة. آآ بنسبة للمتزوجين انت فترة في ها تعب كبير جدا عليك. آآ مش بس تعب قلبك ووجع قلبك. لا انت كمان حاسس بصوفة غريبة. يعني انت كمان اللي بعد كده آآ انت في حمل آآ في هموم في معاناة عندك. في حاجة عايز ترتاح منها. حاجة عايز انت على طول تعبان آآ بتفكر في حاجات كتير جدا. ممكن تكون عندك مسئولات كتيرة. آآ ممكن يكون عندك تفكير كتير بسبب معاقف او حاجات حصلت معاك. آآ ممكن تكون كزا حاجة مش حاجة واحدة او تخص الناحية العاطفية بس. آآ لكن انا بالنسبة لك برج السرطان المتزوجين. انا شايفة اللي بعد كده انت في عندك بيت سعيد. عندك سعادة. عندك آآ آآ حبيب آآ بيعتذر لك آآ بيقولك ان هو بيحبك آآ ده اللي موجود في الطاقة بتاعتك. الطاقات اللي موجودة معك في الكراءة انا شايفة طاقة هوائية نارية ترابية ومائية. الابراج اللي موجودة معك في الكراءة معك برج الكوس الحوت الكوس والحوت والحمل والعزراء والاسد والجوزاء. آآ دي الابراج اللي موجودة معي في الكراءة ودي التاقات. التاقات كلها موجودة ودي الابراج اللي موجودة معي في الكراءة. آآ لكن زي ما بنقول دايما هي مش مش مهمة. المهمة الكراءة نفعها. نبدأ هتكون الكراءة عبارة عن ايه? انت تفكيرك في العلاقة او وضعك الحالي او حالك في الوقت اللي احنا فيه. آآ آآ تفكير طرف التاني فيك. او تجاه العلاقة. نويات جاهك او تجاه العلاقة. مصير العلاقة والنصيحة لك للشهر ده ان شاء الله. آآ نبدأ بيك انت الاول انا شايفة. آآ يعني الكروت بتوعك. آآ اول كرت اللي هو كرت الزواد. آخر كرت كرت الانفصال او الصلاة. آآ يعني انت ممكن تكون بتفكر ما بين انك تستمر او انك تبعد او الشريك او انت شايف انك مع الشريك بيفكر كده. ما بين انك تستمر او انت تكون حاسس انك في وضع مهدد. يعني ده اللي انا استوحيته من شكل الكرتين دول في وضعهم ده. يعني انت في النص انت حاسس ان استقرارك العاطفي وامانك المادي وحياتك العائلية ممكن تكون فيها تهديد ما بين ان زواجك يستمر او يحصل انفصال. او تكون انت او الشريك بتفكر في حاجة من الاتنين دول. لكن انا شايفك آآ يعني انت بتحب الطرف التاني. بتحب الشريك جدا. آآ شايفك كمان انت شايفه بالنسبة لك فرصة. آآ شايفك بتشتغل على العلاقة كتير جدا عشان انت هتنجحها. عشان آآ تخليها تمشي لقدام. آآ شايفك كمان ممكن طالب منه فرصة. يعني من يعني انك هتتطور وانك هتتحسن. آآ بالنسبة لك او يكون ده تفكير الطرف التاني. شايفك كمان ممكن تكون آآ نستني منه فرصة. آآ في موضوع كمان مادة آآ غالب على القراءة جدا. يعني بالنسبة لك انت بتفكر في المادة بشكل كبير. ممكن بعضكم في آآ تعصر في الحالة المادية. ممكن بعضكم حاسة ان الحل هيكون في الوضع المادي يكون متحسن. ده للبعض منكم. ده بالنسبة لتفكيرك انت ودمغك انت في الوقت الحالي. تفكير الطرف التاني. آآ فيك ايه او في العلاقة? انا شايفها بيشوفك يعني آآ كارت المجيشن هنا يعني الساحر آآ هو يعني يا اما بيشوفك آآ آآ يعني شخص جذاب وآآ جميل وآآ وعندك ادوات كتير وتقدر توصل العلاقة آآ لشكل افضل. او انه هو آآ يكون آآ بيشوفك شخص مخاذع. آآ كمان تفكيره من ناحيتك عاطفي زيادة عن اللذوم. انت تلاقيت لك في القراءة مرتين. يعني مرة بتفكيرك انت ومرة بتفكيره هو. انتو محتاجين فرصة. والفرصة دي على فكرة مرتبطة بالمادة آآ كتير ومرتبطة بالاستقرار ومرتبطة بالثبات. مرتبطة بالآآ آآ برخاء بنجاح بحاجات كتير قوي. يعني انتو الاتنين تفكيركم كتير مقارب من بعض. لكن في آآ في تفكير الطرف التاني كمان انا شايفه هو خايف انت آآ ما تصبرش معاه ما تستحملش معاه تمشي وتسيبه آآ في تفكير الطرف التاني آآ من ناحيتك كده. آآ تفكيره كمان من ناحيتك هو دايما يعني بيشوفك انت حنق الحنان او انت الامان اه هو المفروض آآ يكون بالنسبة لك آآ يعني ممكن اقول لك على حاجة. ممكن لبعضكم انت تتعامل مع شخص يكون عاطفي مثلا جدا او بيحبك قوي وشايفك حاجة كبيرة قوي وشايف ان هو المفروض يقدم لك حاجات كتير ويعمل لك حاجات كل اللي انت عايزه بس هو مش قادر وهو بيحس ان هو لما مش بيقدر آآ بيحس انه عايز يمشي عايز يمشي للسبب ده ان هو مش قادر يعمل لك اللي انت عايزه او يحقق احلامك آآ اغلب الطاقة اللي موجودة معي هي ممكن ما تنطبقش على الكل على البعض لكن هي دي الطاقة اللي موجودة قدامي هو ده اللي انا شايفاه آآ آآ الشخص ده آآ في حب كبير لي جدا وبعضكم لو انتو زعلانين يعني انتو متزاوجين بس في زعل بينكم وبين بعض الشخص ده عايز يعتذر له عايز يتكلم معيك عايزة يصفي الامور تماما عايزك ان انت بتاع تجيله فرصة آآ من ناحية نوايات جاه العلاقة آآ انا شايفة نوايات جاه العلاقة حلوة جدا آآ نواياء يعني اول حاجة يعني انا شايفة الانتين فقط هو عايز علاقة نكحة من كل حاجة تبقوا انتو الاتنين مبسوطين وعندوكو بيت واسرة واطفال وحياتكو سعيدة وكويسة كمان بيشوفك ان انت الشخص اللي بتكمله آآ بيشوفك يا برج السرطان ان انت السلمية بتاعه آآ بيشوفك انك انت آآ يعني انت منه وهو منك دي نظرته ليك او دي نوايات جاه العلاقة ان انتو الاتنين تكونوا متحدين جوه بعض آآ وشايفة كمان في نوايات هو ممكن يكون بيلجأ لربنا كتير بيلعي ربنا كتير انكو تكونوا مع بعض او انه انتو تبقوا آآ بالشكل اللي هو عايزه آآ بالذات كمان يا برج السرطان لو انتك تتعامل مع طاقة مائية زيك او نارية بالذات برج الحمل او الاسد او طاقة هوائية آآ هو كمان آآ بنوايات جاهك انه عايز يكون نجاح وعايز يحقق نجاح معيك عايز يحقق معيك انتصار عايز الزواج ده يعني انا شايفة انت بتتعامل مع شخص او الطاقة اللي قدامي بتتعامل مع شخص سواء انت راجل او ست كل نواياك ويسك جدا في جاه العلاقة آآ كمان ممكن يكون الشخص ده مجروح من حاجات كتير او بيعاني من ظروف وحاجات كتير او غير العلاقة العاطفية او غير ان هو عنده مشكلة معيك في العلاقة العاطفية لا هو في عنده مشاكل تانية كتير او يكون بيشوفك انت شخص كده يعني انت شخص آآ آآ بعبان مش ناقص مش متحمل انت شخص بتعاني من حاجات كتير فهو عايز يعني عايز يخرجك من ده عايز يخرجك من الحالة دي يا اما يكون هو شخص هو نفسه اللي شخص عامل كده فانا شايفة تفكيره ناحيتك ونوايات جاه العلاقة كويسين جدا لحد دلوقتي ايه مصير العلاقة آآ مصير العلاقة آآ شايفة ان فيكو حد هياخد قرار بشكل متهور آآ ممكن آآ يعني انا شايفة بص هي قرار ممكن تكون عكسية بس الطرف التاني آآ تفكيره من ناحيتك كده ممكن انت برج السرطان تاخد قرار متهور ممكن تكون بتشك في حاجة آآ في حد هياخد قرار متهور بين ان هو آآ يمشي يسيب العلاقة دي و ويمشي وهيحس ان هو آآ كده تمام آآ كده هو سليم آآ كده هو بيعمل الحاجة الصح كده هو حقق انتصار لنفسه آآ برغم ان هو هيكون تعبان جدا هو بيعمل كده او بيدوس على حاجات كتير او بيستقوى على الطرف التاني لكن في حد هيعمل كده آآ وبعد ما هيعمل كده هينزوي بقى مع نفسه يعني هينزوي مع نفسه يفدل يفكر في كل حاجة يعني مش بشكل انطوائي لأ آآ بشكل اكتشافي اكتر يعني ان هو هيتعمق بقى في شكل العلاقة عاوز ياخد وقت مع نفسه مثلا تفكير آآ مراجعة حسابات آآ مراجعة اخطاء حاجات من النوع ده ده اللي انا شايفية مصير العلاقة عايزة اتحاب لك كارت تاني لمصير العلاقة مع نفسه بسم الله الرحمن 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 مصير العلاقة بالنسبة لبرج السرطان آآ آآ او هو الشخص ده آآ حاضر من حاجة او انت يعني ممكن حد فيكو آآ هيبقى عنده قلق هيبقى عنده تخوف من حاجة هيبقى خايف آآ بالذات لو انتو برج آآ ناري بتتعامل مع برج ناري او ترابي آآ شايفة فيه تخوف آآ شايفة آآ شخص آآ ممكن مجروح كتير وآآ آآ وخلاص مثلا خايف يكمل خايف يجازف آآ الشخص ده حذر او تكون ده احتسك انت وانت اللي هتمشي عايز تمشي من العلاقة دي آآ آآ يا برج يا برج السرطان ده بالنسبة لمصير العلاقة وده هيكون في الوقت الحالي آآ هي مش آآ مش فاقة مستمرة يعني فبنصيحة بتاعتك آآ آآ انا شايفة نصيحة بتاعتك برج السرطان انك آآ يعني آآ آآ حاول انك تجغل نفسك وبعد عن التردد آآ انا شايفيت كمان في نصيحتك انه انت كمان ممكن يكون عندك اوهيم عندك كفار كتير بتفكر في حاجات كتير آآ ممكن ملهاش علاقة بالواقع آآ ممكن لبعضك وانت عندك اختيارات كتير فاتصار وعايز يقولك انك تحدد اختياراتك آآ بعضكم ممكن يكون عنده شك في علاقة ثلاثية بيشك في علاقة ثلاثية فهو عايز برضو يقولك ان ممكن انت تكون متوهم ان ده مش آآ مش حقيقي او لو انت متأكد ان هو حقيقي ممكن تكون علاقة مستبتة او تكون حاجة انتهت خلاص وانت لسه تفكيرك موجود فيها آآ وبعد عن السلبية وانك تبوصل نفسك بنظرة النظرة المجني عليه آآ لأ انت يا شخص كويس وانت شخص يعني الحبيب بيشوفك حاجات كويسة جدا فابعد عن النظرات السلبية للي حواليك او لنفسك انت او عنك تشوف نفسك مظلوم او مجني عليك اخرج من الحالة دي اخرج كمان من حالة النظرات النجم آآ بيزداد على المستوى المادي آآ لان انت ربنا هيعوضك بحاجات حلوة كتير اوي جاية يعني انا شايفة انت ماك شخص بيحبك شايفة الاسف بانت كاز انت عندك فرصة كمان ممكن تكون عندك عطاء مادي من ربنا سبحانه وتعالى او حل آآ من ربنا لاستمرار العلاقة دي لكن في نصحتك انا شايفاك في بعيد عن حاجات كتير ممكن تكون لبعضكم بيعملها في الوقت الحالي آآ بيتمدم بيتحصر كتير على حاجات فاتت على حاجات مضت آآ ممكن بعضها يخص المادة بعضها يخص حاجات هو عملها لشخص وملقاش منها نتيجة ابعد عن التذكير ده او التذكير في وجود صرف ثالث عن اوهام كتير في دماغة لو بعضكم عنده علاقات كتير آآ يبعد عنده ويحدد هدفه ويحدد اختياره بالنسبة لبرج السرطان متزوجين آآ الكراءة انتهت آآ بتمنى ليكم الخير والسعادة والتوفيق آآ ما تنسوش اللايك والشير والسابسكرايب آآ شكرا للمتابعة برج السرطان متزوجين ونروح للعازلين دلوقتي برج السرطان بالنسبة للعازلين هنقول مع بعض هتكون القراءة هتكون عبارة عن آآ انت ايه اللي نستنيك او ايه اللي جاي لك او ايه اللي بيحصل في حياتك آآ لو انت بتحب حد او فيه في حياتك شخص ايه تذكيره آآ تجاهك او تجاه العلاقة ايه نواية تجاهك او تجاه العلاقة ايه مصير العلاقة مع الشخص ده وكمان انه فيه حد ساعتك للفترة دي ان شاء الله آآ هقولي ساقت ساعتك الاول برج السرطان انا شايفك يا برج السرطان بالنسبة للعازلين والغير مرتبطين انت حاسس انك في وضع متكسف انت مقيد في وضع معين الوضع ده سعبت جدا وانت مقيد فيه وحاسس انك مش عارف تخرج منه آآ كمان شايفة فيه عندك آآ يعني انت عايز تحس بمثلا يعني الناين في طرفت هنا ممكن تقولي حاجتين يا انت بتدور على زواج وعلى استقرار وعلى سعادة وانك آآ تعيش حياة مستطرة بشكل يرضيك آآ لكن انت متكسف ومش عارف آآ انت متكسف ومش عارف يعني الموضوع خارج عن ايدك او انك تكون بتتعامل مع شخص متدوج آآ وانت برضو متكسف وحاسس ان الموضوع خارج عن ايدك آآ يعني انت بتحبه او كده لكن القرار مش عندك انت القرار عند شخص تاني آآ ده بالنسبة للعزبين والغير مرتبطين كمان انا شايفة لبعضكم آآ ممكن يكون فعلا في علاقة ثلاثية يعني انا شايفة كمان من من الطاقة ومن القراءة قداني فيه احتمال كبير قوي آآ تكون لبعضكم يكون في علاقة ثلاثية آآ لو انت في علاقة ثلاثية فانت آآ بواصص على العلاقة الثلاثية دي وعايز تلاقي لها حل باي شكل وانت كمان في حواليك حب كتير او ممكن يكون فيه شخص تاني بيحبك او بيرقبك او بيبص عليك وبيحاول يبين لك حبه بس انت مش شايف كل ده انت بتبص على العلاقة اللي انت موجود فيها ده من ناحية لو انت في علاقة ثلاثية لو انت مش في علاقة ثلاثية بورج السرطان انت آآ يعني ممكن قاعد مثلا نستني انك يعني يعني يحصل الارتباط آآ بتبص على سنين فاتت من عمرك او بتبص على مشاكل حصلت في حياتك او بتبص على وضع انت مقيد فيه آآ لكن اللي بعد كده الزا ثور بيقول لي انك انت فيه تغيير جزري هيحصل في حياتك يعني انا شايفة انه بالنسبة لك هيكون اللي فات هيكون يعني كان حمادة واللي جاي حمادة تاني خاصة آآ فانت فيه تغيير جزري هيحصل في حياتك طبعا من الناحية العاطفية ان انا كريمي على الناحية العاطفية آآ فيه تغيير جزري هيحصل وتطور هيحصل للاحسن في علاقة هيكون فيها صلحة هيكون فيها تفاهم هيكون فيها اعتذار آآ ممكن تكون من شخص ده من الماضي او كنت تعرفه من الطفولة او جار او زميل في الشغل او زميل في الجامعة او يعني آآ الشخص ده آآ يعني لو هو لو هو في علاقة ثلاثية هيرجع لك انت هينفصل عن العلاقة دي لان هو تعبين جدا ويرجع لك انت لو هو آآ مش في علاقة ثلاثية وانتو مثلا فيه بينكم مشكلة هيرجع لك لو انت مفيش في حياتك حد فانت فيه شخص هيظهر في حياتك انت كنت تعرفه قبل كده حتى لو مكنش تعرفه علاقة عاطفية بس انت شفت قبل كده او الشخص ده آآ يعني انت تعرفه من زمين وما شفتوش بعض الفترة هترجع تشوفه تاني آآ ده بالنسبة انا قلت هنا كده كل الاحتمالات التقاطي اللي موجودة آآ انا شايفة النارية معاك كتير والآآ النارية والترابية والهوائية كتير برضو آآ والمائية كمان موجودة الابراج اللي موجودة معيك برج السور برج العقرب آآ برج الجوزاء برج الاسد برج آآ قلنا عقرب سرطان زيك كمان وبرج الخوت آآ العقرب طالع لك مرتين والسرطان طالع لك مرتين يا برج السرطان فانتو شكلكم سيتعاملوا مع اشخاص آآ ابراظ مائية كتير ونرية كمان آآ وبرج الكوز كمان طيب نبدأ اتراعه او هنقول انت ايه او كده انا شايفة في الوقت الحالي انت واقس مستاني انت حواليك داي ما قولت في الطاقة بتاعتك انت فيه نس بتبص عليك انت فيه ناس ممكن تكون بترقبك آآ نس تكون حواليك معجبين مثلا ناس بتحبك لكن انت في حد معين هو اللي باصس عليه باصس عليه ومستاني يجي لك مستاني ياخد قرار مستانين هو يتكلمك شخص ده انت بتحبه جدا وعايز اقولك هو كمان بيحبك جدا انا شايفة فيه حب من ناحية الصرف الثاني ليك آآ فيه حبه متبادل لكن للبعض هيكون فيه علاقة آآ ثلاثية للبعض ممكن يكون هو زميلك في آآ في العمل او في الجامعة او آآ او جار او آآ او يكون بينكو اصدقاء مشترك مشتركين يعني آآ لكن انتو ممكن تكون تكون مع الشخص ده ثواني بقى آآ انت ممكن تكون مع الشخص ده تصت حب وكان بينكو مسلا اصدقاء مشتركين او كده والشخص ده مسلا آآ خدعك في حاجة او سابك ومشي منك مرة واحدة او آآ انت اللي سبت ومشيت مرة واحدة انا شايفك في الاخر انت آآ بتستشفي او انت بتحاول آآ آآ تخرج من آآ آآ يعني من من حالة او من مواقف انت تعرفت لها من علاقة عاطسية ثافت مع شخصك وانت انت انتو اللي اتنين بتحبوا بعد ممكن يكون فيه آآ طرف ثالث آآ ثلاثة ودخل في العلاقة دي افسدها. ده احتمال برضو تاني لبعض من النقو. آآ لان القراءة بتاعتك فيها احتمالات كتير جدا وانتو كتير جدا. فانا قلت كل حاجة لا اقدر اقولها دلوقتي. آآ طيب لو انت فيه شخص تاني بتحبه. آآ اكتير الشخص ده تجاهك ايه? الشخص التاني ده آآ هو عنده حيرة كبيرة امي. عنده حيرة وعنده تردد وعنده طرف تاني. اين تنبع الطرف التاني. لكن في كل القراءة على فكرة الطرف تقلت ده موجود بعض. يعني فيه طرف تلس يعني فيه طرف تلس. آآ عنده حيرة كبيرة جدا مش قادر يسيطر على الوضع في الوقت الحالي. ده تفكيره. آآ ممكن تكون بتتعامل مع شخص من بورج نيري. او السراثون. او العقرب. او القوس. الشخص ده عنده حيرة كبيرة. آآ عايز يبدأ معيك بداية جديدة. ده تفكيره. لكن هو حاسس ان البداية اللي هيبدأها معيك دي. آآ هو هيدوس فيها على ناس كتير. آآ يعني هتروح مسلا فيها. يعني فيها مسلا ايه? آآ آآ هو خايف على قيمة على عادات على تقاليدة. لكن فيه عندكم نهاية الشيء في تفكيره. هو عايز ينهي حاجة ويبدأ حاجة. وهو ده اللي عملي يفكر فيه. آآ هو ده اللي بعضكم ممكن على فكرة تكونوا شوية مش بتتكلموه. آآ شايفة فيه بينكو تواصل روحي فيه تفكير قوي 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 بينكو وبين بعض. آآ هو حاليا بيحاول يستشفي بيحاول آآ يعني يخرج من الوضع ده لان انا شايفاه هو في مقزة كبير جدا. آآ هو لازم آآ عشان يجيلك يدوس على حاجات كتير قوي عشان يستمر معيك يدوس على حاجات كتير قوي. او بعضك يكون عنده مشكلة مادية او ازمة من ناحية الشغل. وهو مش قادر يقرر. يعني ده تفكير الطرف التاني. لكن انا شايفة غالب على قراءة قوي طرف تابس على فكرة. الشخص ده بيحاول يوزن اموره. آآ بيحاول يهدى. ممكن يكون بعد عنك للسبب ده. لبعضكم ممكن يكون بعد عنك. وبعد عنك للسبب ده يا برج السرطان. علشان يقدر يعني يرجع لك بالداية جيدة. لان هو هو في الوضع ده هو متقطع. يعني هو مش عارف. مش عارف الطرف ازاي. آآ مش عارف ياخد قرار. مش عارف يعمل ايه. آآ ايه نوايات الجهة العلاقة? انا شايفة آآ في نوايات انا شايفة في حب. يعني هو ناوي يتعامل مع حبه لك بحكمة. آآ يكون آآ هادي عائل راسي مش عايز ايه تهور. آآ يعني شايفة بيقدم حب بس وهو كده في مكانه. يعني الكنجو فقط. آآ ده ملك الكؤوس فهو شخص آآ يعني آآ يعني بيحبك لكن هو آآ آآ مش عارف مش هتمشي تجاه العلاقة. بيهيعد ويستنى ويشوف ويقرر ويحلم حاجات من كده كتير لكن هو عنده حب كبير. ليك آآ نوايات جاهك آآ آآ ان هو يحقق لك سعادة. ان هو يعمل لك يعني هو مرتبط بك وهو منجذب لك على فكرة. وبيشوف شوفك نا يعني شخص مناسب لي. انت اكتر شخص آآ مناسب لي. آآ فيه كارتين يدلوا على تواصل روحي بينكم قوي. ولو انت بتفكر في الشخص ده بشكل كبير آآ التفكير ده آآ يعني في الغالب هيكون بسببه هو. يعني هو اللي بيبعث لك الساقة دي لان هو بيفكر كمان فيك بشكل كبير. آآ بعضكم ممكن فيه اختلاف بينكم وبين بعض آآ لكن انا شايفة ان انتم هتتجاوزوا المرحلة دي. هو كمان نفسه في نوايا يعني ان اللي يحصل يكون يعني برا قراراته. يعني مش هو اللي ياخد قرار فيه. يعني هو بيتمنى ان ربنا هو اللي يتصرف في العلاقة دي. يعني هو اللي يحل الوضع اللي انتم فيه ده آآ آآ يعني هو اللي يخرجكم من الحالة دي او هو اللي يجمعكم ببعض. ثاني آآ ده من ناحية الشخص ده كمان انت بتتعامل مع شخص ممكن يكون الشخص ده روحاني آآ قريب من ربنا او بيعمل حاجات خير كتير آآ وعايز انه ربنا يحل المشكلة اللي بينكو دي. يعني هو السيبها كده آآ للقدر يعني. مش مش ناوي حاجة معينة او عنده قرار لكن هو في عنده حب في بينك وبينه طويلت روحي شايفك حد رائع ومناسب وفي الاخر هو السيبها للقدر. آآ مصير العلاقة انا شايفة في مصير العلاقة آآ انا شايفة آآ يعني بعد وضع معلق لفترة آآ وضع معلق هينتهي. يعني ممكن تكون بعضكم معلق في الوضع ده بقى له فترة. انا انا شايفة كمان صاقتك انت مقيد ومتكتف علاقة فعلا. فانا شايفة مصير العلاقة هو رايح لبداية جديدة في اللي بعضكم آآ هيكون في عنده آآ عرض آآ عرض حب جديد. ممكن يتخلى عن الشخص اللي هو معي ده. واللي بعضكم ممكن آآ آآ يعني وضع المعلق اللي انت فيه ده لأن انا جاي للزهان جد من آآ مقلوب. فانت الوضع المعلق اللي انت فيه ده هيتفت وهيكون عندك بداية جديدة تماما. آآ ممكن الشخص ده انت اصغر منه او هو اصغر منك شخص مختلف عنك شوية بورجة السراثون. آآ وشايفة انه هيفضل متمسك بيك. لكن شايفك ممكن آآ تسيبه وتمشي. يعني ممكن تسيبه وتمشي وتبدأ من اول وجديد. لكن انا شايفة في عندك عرض حب وفي ان الشخص ده آآ هيفضل هيفضل متمسك بيك. آآ ده ما صرها في الوضع الحالي يعني. هو لسه قاعد في مكانه يعني. النصيحة بتاعتك للفترة دي آآ بورج السراثون. آآ بعضكم ممكن يكون بيدخل ويخرج في علاقات حب مسلا كتير او لو مش كتير يكون بسرعة. يعني ممكن تكون بتدخل في علاقات حب السرعة آآ او في علاقات آآ للبعض مسلا لو يعني آآ يعني حب عميق قوي. ويحصل ده بشكل سريع. آآ الضرو بيقول لك حاول توازن بين قلبك وعقلك ابعد شوية عن رومانسية. آآ آآ يعني حكم قلبك شوية في العاطفة. لان ده بيؤدي دايما معيك لانه العلاقات مسلا تفشل او انه الطرف يبعد انت تبعد انت مسلا تحس انه هو آآ طلع مش حب وتمشي. او الطرف التاني آآ يسيبك ويمشي. فدايما آآ في حاجة غلط بتحصل في العلاقات معك. ممكن تكون بسبب تهورك او آآ تسرعك العاطفي او ان انت بتنين للعاطفة بشكل متسرع. او انك انت مش بتقدر تختار آآ سوء امروحك بشكل كويس او بشكل سليم. ده بيخلي علاقات معك آآ يكون ناتجتها الفشل. فمسلا يعني خليك دايما متوازن آآ ما بين آآ قلبك وعلك. كمان بعضكم لو انتو كمان رجالة بالزيت يعني آآ بليش آآ مسلا آآ السرعة في العلاقات آآ التعدد في العلاقات. اللعبة مسلا ما بين شخصين او اللعبة بشخصين في وقت واحد. آآ وفي الاخر مسلا الشخصين دول بيمشوا. يعني الشخصين ما بيكونوش موجودين او انت بتكيب حد على حساب حد. فده بالنسبة للنصيحة اللي انا شايفيها موجودة لبرج السرطان في الوقت ده. آآ القراءة انتهت. آآ قراءة في عاتكو كويسة. آآ آآ شايفة يعني في بوادر لارتباط او العلاقات. أبداً. اشتركوا في القناة